رح نعمل أنا ويك برمي على البرامج في أسكس من قلة الأخلاق شو بنا بالأخلاق تركيا لأصحابه يالا لاتس جو أنا مراح جاوب أنا مراح جاوبتك رح نعمل برمي أنا ويك على البرامج أوكي خلينا نبلش بالل بي سي وي عندك هشام لهون وباس عندك طبعا ويسام حنة كمان ببروغرامه الجديد وعندك جوم علوف ومالك مكتبة رحيك بسرعة قل لي عن كل واحد كلمة أو كلمتين هشام هشام أنا بموت عليه لأنه يعتبر من أصدقائي المقربين وبيخد برأيه بكتير قصص بالنسبة لويسام جا أدوري البرنامج اللي هو فيه هلأ مش ماقول شو اللي بقلو شو طالع مهضوم فيه حسب ما شفت حسب ما تبعت على الخفيف وإحبت مالك مكتبة جا دور شغله مع العلم أنه أنا مني من متابعي برامجه برامجه بس هي ما بيعني أنه كل حلقة عم بتكون اجتمعية أقوى من الثانية جو جو أنا بحبه لها جو جو كمانا من الناس يلي قطعت فترة صار في سقطة فيهم بينه وبينه صار في رفع قضايا بس جو أنا بحبه لأن جو من زمان قبل من ما ينعرف أو من ما يعمل ويكون اسمه كان من أكبر محترمي الامج تبعي إن كان باكستاج ولا أونستاج كان دايما بحبني وأنا حدو كانت كتير وإلى فاس ونو يعني بغد النظر إذا أنا ويت سوفي شوية تاتشز هيا ما بيعني أنه أنا جولام هو كمان عائل مام ننتقل على الام تي في عندك عادل كرم بيال رباط محمد قايس نادية بساط عادل كرم أنا بموت عليك من يعتبر من أصدقائي الأنتيم مثلهم مثل هشام بالنسبة لبيال رباط بيال رباط عم يشتغل على حاله بس بتحس مانا شخصية بتعبى محله عرفت كيف؟ هلأ يمكن يعني بداني لقيه أنفان عطول مابعف اللي بيوحيله بهالشي يمكن إذا بيتناول قصص متل ما متناولها محمد قايس يمكن بستوعبه أكتر بس يمكن مبارف إذا مهدوم قد محمد قايس اللي عم متناولها اجتماعيا عرفت كيف؟ هون جوابتك على الثنين سوا بس أنو بيال رباط يكون موجود ببرنامج اللي موجودين فيه على البلاتو أتقل منه ما بحف ما ملاقي معبا محله هلأ يمكن أنا غلطان نادية بساط من الأعلميات الكلاسيكيات يالي اللي عم بتقدمو منو بعيد عنا أعلمية كلاسيكية مانا صاحبة سكوبات لأن برامجها مانا برامج سكوبات عرفت كيف؟ نيو تيفي عنا ريما كاركي عنا تمامة بليء و توني خليفة أنا بحب كتير ريما كاركي بتشتغل على حالة وبتابع موضيع دعاء أزاد كمان من الأعلميات الكلاسيكيات انتقلت من الأعلم الكلاسيكي للأعلم الاجتماعي مع سكوب عرف كيف نادية بساط كانت بديلة كانت معا أو الأحرامت لا بس انتقلت على شي تاني على أمبيانس تاني بالنسبة لتوني خليفة أنا بحبه مع العلم أنه توني عنده اكتشفت مؤخرا معه بأولى بس عنده كذا وجه يعني بس بوجوهه كله بحبه بردو بس أنه بينفصم أوقات سلبا عم إيجابا بينفصم يعني أنه بتلاقيه بحبك كتير بالباكستاج وفجأة بتلاقيه عن سيجل صار غير إنسان هلأ بفهم أنه في مادة بديك تقدميها و بديك تنتبهي على الأمبيانس تبعها بس مش مضطر هالقد يفصم أو يقلب بالنسبة لـ تمام تمام بحبه لأ تمام تمام كان عندي معه حلقة ببرنامج وبالتشفير بس أنا عارضة بطبيعة الحال ولا ليه هني قلوليك ليه فتمام بحبه ولا تمام؟ تمام ليه بحبه أنا هلأ في نسبة أقول لك أنه هو دكتور أو عمل طب شو خصو بالعالم أو كمان ما بيعترفوا فيك علامة مع العلم أنه خبرته بتجي بريك أنه يعترف فيه ونص بس ما بكل الأحوال إن كان هو محبوب ولا لا أنا شخصيا بحبه لأن عنده رسبة مش طبيعي كمان للإيماج طبيعيتي مثله مثل جو بغض النظر الإيماج طبيعيتي شو لونة أو شو أجواء عندهم احترام لإله وأنا تعلمت شغلي بحياتي مين ما كان الشخص سالم عنده احترام للي أنا فيه أو اللي أنا عم بشغله بحطه عراسي طيب نحن بدنا نشكرك مش حقا اسألك عن الفيوتشر لا أحب الفيوتشر أحب الفيوتشر في بولا وفي أنت في أنا وفي أنا بولا بحبه كتير بولا أنا من متابعينه بفتكر أنه هي كمان متابعينه بحبه كتير لبولا وأما بالنسبة من الإعلميات السياسيات المثقفات جدا مزبوط جدا 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 وإله واقع على الساحة الإعلمية أما بالنسبة لزافاني اللي هو يعتبر هي زنايكن بعالم الاجتماعيات كمان مش بحاجة لرأي فيه على كلنا نبدألك شغلي كارين أنه أنتو وأنت هلأ وصل لك أنتو مش بحاجة أصلا لرأي فيكن أنا عمبعطي رأيي خفيف ومضيف إن شاء الله العالم تفهمه ما أنا عم صنف فليم وفليتين مثل ما أنا ما بحب أو ما بكون قاري مين مصنفني إن شاء الله أنه كلامي اللي أنا عمبقوله تخدوه عن كونسدراتيون شوي مش مضطريني كتير بنسبة لزافاني عرفنا بنسبة لإليك أنت كمان تجيب أن أرشيف بعالم الإنترتيمنت وأتكالت كريمة موجودة ما كان في لقبلك ولا بعديك مع زميلاتك إن كان يومنا ولا رزان أنتو كنتو The Divas of Future وعالم الإنترتيمنت شكرا وبرافو عليكم المستمرين ويحوق أنا بديافتك كلا كبير أنتو مش ناطرينش هاتي بس وتنكو كتير احترامك للأمج تبعي ولأن هل قد عندك ساعة بنفسك مثلك مثل يلي هل بعض الناس اللي هل قد عندهم ساعة بنفسهم مثلك مثل هشام حداد مثل عادل مثل الكل ويلي ما عنده ساعة بنفسه ويلي ما بدي أعطرف بنجح الأخر نحنا مالنا فيه نحنا أعطيني مثل شي مثل هيك أخير يختم لي أنه ما بتكن تعترفوا بنجحة شو؟ لا لحقلك مثل بديك مثل أنت يكون لزيز بدي أقوله لا هيدا ما رح أقوله هيدا أوفرال في تشرتفين أوكي طيب بعد أن يكون لزيز بدي أقوله ما يحكوم شكي ما يحكوم شكي ما يحكوم شكي مانستحي أعطيني شكرا